السؤال اللي بعد كده اللي وصلنا بيقول معلشي أنا الخط قطع وانا بسأل سؤالي انا السائلة منال من القاهرة وما سمعتش رد الشيخ على ردي يعني على سؤالي كنت عايزة اعرف مبلغ بيع الشقة يتقسم علي انا واخواتي بالتساوي ولا ايه وهو اصلا عقد التمليك من البنك مشاركة مبيني وبين اخواتي انا بنت على ثلاث اولاد هي بتقول ايه بتقول ان عقد كان في البنك الكتب باسمهم بالتساوي يعني البنك غير العقد وخلى باسمهم بالتساوي وما كاش وما خلاش ان دوت ميراس لا كتب العقد بالشراكة بينهم اه ده ملوش دعوا بالميراس ويبقى العقد دوت عبارة عن ايه باسماءهم على رؤوسهم البنك هو اللي غير العقد وخلى بينهم بالتساوي لان العقد ساعتها ما كانتش بالميراس ما تكتبش لوارسة فلان لكن الكتب بينهم بالتساوي بدل الكتب بينهم بالتساوي يبقى تمن الشقة اللي تباعد دي او تمن التخلص من التخصيص لانه في الغالب ساعات بتكتير بتبقى تخصيص ده الفلوس اللي جاية دي تتوزع على الشركاء بحصصهم بما ان ده باب اسمهم بالتساوي يبقى ياخدوا زي بعض لان دوت مش ميراس ده شركة في عين بدل بهم شركة في عين يبقى هياخدوا بالتساوي مدام ده لم يكن ميراسا ولكن الشقة اتكتبت من البنك باسماءهم بالتساوي وبالشركة وما قالتش الشركة وما قالتش البنك ان الفلوس دي او الشقة دي هتكون على قدر حصصهم على قدر ميراسهم لا ده خلتهم شركاء في هذا العقد